وإلى منطقة عنجرة في محافظة عجلون حيث انهار مقطع جبلي على أحد المنازل السكنية أدى إلى هدم المنزل واستقرار سخرة كبيرة على هذا المنزل الوضع أصبح يثير قلق الأهالي والسكان بسبب خطورته ولا سيما أن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة من عجلون موجود صهيب المومني مراسلنا واللي يطلعنا على تفاصيل ما حدث صباح الخير صهيب صباح الخير لين لكي ولجميع المشاهدين بالفعل نتواجد الآن في محافظة عجلون تحديدا في مدينة عنجرة منذ نحو ثلاثين عاما وصاحب هذا المنزل بانتظار تحقيق حلم لم يكتمل بإنشاء منزل يقيه هو وإسرته برد الشتاء وحر الصيف ولكن ما أن تحقق الحلم إلا أن انهار هذا المقطع الجبلي وهذه الصخور على المنزل لتهدم جزءا كبيرا منه وأيضا تقوم بتصديع الباقي أيضا هناك شارع في أعلى هذا المقطع الجبلي انهار منه جزء قبل عدة أيام خلال مخفض الجوي مما أصبح يؤرق السكان وأيضا المجاورين لهذا المنزل فأصبحت مشكلة لديهم أطفال مدارس وأيضا لديهم ممتلكات هم قلقون عليها اليوم فللحديث أكثر سينضم إلينا السيد أبو ليث صاحب هذا المنزل صباح الخير يا عم صباح النور كيف حالك الله صبحك بالخير بداية بدنا تحكينا عن المنزل بداية إنشاؤه هل هناك كان فيه ترخيص من البلدية أو إذن إنشاء وأيضا كيف تم الإنهيار كل الإجراءات اللي سويتها بالمنزل كانت قانونية بمية وما فيش عندي أي شيء خطأ الارتدادات وكشفوا على الموقع بعد الجرف وخدت إذن الأشغال في البناء وتم البناء وما في عندي أي مشكلة بكل شيء وأنا البيت هذا عمرته كان طموحي زي ما أنت حكيت في بداية الآن ثلاثين سنة طموحي إني أستقر أنا وأولادي وزوجتي في بيت مستقل أنا عايش عند بيت أهلي والحمد لله رب العالمين قبل كل شيء وهذا هي نتيجة الحلم تبعي سراب أسألك الآن يعني أنا بشوف الوضع على ما هو عليه هناك جهات زارتك هناك تقارير يعني أخذتها من الدفاع المدني أو من الجهات المعنية أو من البلدية اليوم عن المنزل أو عن هذا المقطع الصخري اللي لحد الآن شايفينه اليوم زي ما هو أول يوم حدث فيه الانهيار إيجا الدفاع المدني والبلدية والأمن العام وكل الجهات والمحافظ شخصيا إيجوا أنا وكشفوا على الوقع يعني كانت اهتمام يعني الحمد لله شعرت أنه في أنه الدنيا بخير والناس يعني الناس لبعضها لكن يعني بديش أنا أنكس بالموضوع للأسف بعد لغاية الآن من يوم الحادث اللي صار معي لغاية الآن ما حدا راجعني ما حدا ما حدا شاف شو القصة اللي صارت معي لما حفرت هنا وعمرت يعني أنشأت هذا المنزل البلدية استشرت البلدية حكت لك أنه بده جدار استنادي رح توضع هون جدار استنادي ما صارش حوار بينه بينه البلدية أنا اتغدت إجراءاتي بالتسلسل ومن بداية التجرف لغاية العمار وأخذت إذن الأشغال ما كانش فيه اعتراض على أنه المنطقة خطرة أو شيء لو حكولي فيه خطورة أنا بصير تنسيق بينه بينه ما هي اليوم مطالبك أو ماذا يعني تخاطب الجهات المعنية؟ بدي نظرة رحمة لإنسان عانى كل حياته تحوش هالمبلغ تقدر يعمر هالبيت وهس الحمد لله رب العالمين ما عندي شيء ما عندي أي شيء اللي يقدر أحط حجر أحجر يعني راتبي كامل راح قروض راح القروض هسه أنا ما بدي جيني دخل أنا بدي جهة تتبنى هالشيء هذا مع البلدية مع الجهات المختصة بدي أسألك الآن بس بما يخص موضوع البيت تحت فيه انهيار موجود يعني؟ والبلدية لا يصلح حسب تقارير الدفاع المدني والبلدية لا يصلح للسكن زميلي إذا ممكن زميلي عبودي إذا ممكن أنه ننزل للمنزل لتحت بس أنه نستعرض كيف المنزل منتحت يعني اليوم أنا كمان عمي بدي أسألك أنت أخذت قروض وبنيت هذا المنزل هو منزل حلمات تمام؟ البلدية إيش كان الرد منها؟ على بعد الانهيار؟ نعم البلدية أنا آخر إيش آخر كلام أخذته من رئيس البلدية قال لي أنا راح أساعدك بالجرف راح أساعدك بالجدار لكن كل هاي الإجراءات ممكن تأخذ وقت طويل لأنه فيه اجتماعات مع أعضاء ولجاء وشغلات زيك بس الأمر طالع عن حده يعني أنا أنا في كارثة أنا في كارثة لازم الناس تنظر إلي منظور ثاني مش بمنظور أني أستنى دور وأستنى شاء يعني أنا كمان بدي أسألك هناك أنه حكيت محافظ عجلون وتقرير الدفاع المدني إيش كان تقرير الدفاع المدني؟ تقرير الدفاع المدني سقوط كتلة صخرية وانهيار الرمال وأتربة على المنزل أدى إلى تصدع في المنزل وانهيار في السقف والمنزل لا يصلح للسكن هناك اليوم أي رسالة توجهها من خلال قناة رؤية؟ أنا أول شي بشكر قناة رؤية على اهتمامها جهودكم جبارة وبشكر أهل النخوة في عنجرة اللي ساندوني ووقفوا معي حسب إمكانياتهم وإمكانياتهم ضئيلة لكن كلهم ساندوني وكانوا عضد إلي وبوجه رسالتي إلى جلالة الملك لتوجيه الحكومة لأنه الوضع الصار سيء عندي وأنا مش قادر أتحمل أشوف منزلي بالشكل هذا لا حدا قايم الصخر عنه ولا حدا مسوي فيه إشي بناشد كل إنسان عنده رحمة لابناء الوطن أنه يوقفوا معي بهذا الموقف المسؤولية اليوم لمن تحملها في هذا الخطأ؟ ما بحملها ولا لأي إنسان قدر الله وما شاء فعله شكرا جزيلا لك عمي أبليث وإن شاء الله ربنا بعوضك خير والآن سيكون هناك أحد المجاورين لهذا المنزل صباح الخير يا عمد تعرفنا بنفسك بالبداية عامر محمد السمادي سكان المنطقة بدنا تحكي إنا أنت كنت شاهد عيان على الانهيار هذا وأيضا إيش بخلينا نحكي بشكل لكم من خطورة وعلى أبنائكم حسب ما رويتون بتاريخ سبا وعشرين واثناش الساعة داعش بالليل تم الانهيار المقطع الصخري على المنزل كنا نحنا قادين بالدار حسيت أنه في هزة أرضية صارت عندنا طبعا كانت الدنيا ضباب طليت على الصخور ما قدرت أشوف إنها نزلت أو لا يوم صباح الفجر روحنا على الصلاة رجعنا لقينا كل الصخور هي نازلة على المنزل نعم نحن الآن المنزل انهدم انهدم بس الآن بنا يعني من السلطات من الهالناس هالمسؤولين انهم يوخذوا بعين الاحتبار انه المنزل هذا نزل في حواليه منازل في حواليه مواطنين في ناس طلاب بروع المدارس هناك انهيارات حسب ما رويتوا انه بعد الانهيار بعد الانهيار صار فيه كمان انهيارات ثانية بعد انهيار هذا الكبس على الدار نحن ساك من المسؤولين انهم يحافظوا على الناس المواطنين الثانين على الممتلكات على الأطفال البروح على المدارس يصوصوا بالاستنادي في الشارع الفوقاني الأعلى المنزل كمان انهار في فوقية دار وفيها ناس مريضة كل يوم في شروع المستشفى هل تستطيع مركبة او سيارة انها تسعد بهذا الشارع؟ فوق لا انهار كمان الشارع انهار يعني خلاص يعني الان منطقة خطورة وحطوا شريط تحذيري وسكروا الدفاع المدني الشارع العلوي تبع المناطق الثاني شكرا جزيلا لك ايضا الان سينضم الينا مدير منطقة عنجرة المهندس احمد زغول مهندس صباح الخير مهندس بدنا نحكي اليوم عن الجانب الفني هناك انهيار وهناك ايضا خسائر مادية وهناك ايضا المواطنين يحذرون من خسائر بشرية قد تحدث بسبب استمرار الانهيار يا سيدي هذا الانهيار يعني نتج عن الظروف الجوية السائدة في المنطقة خلال ثلاثة ايام متواصل الشتاء في منطقة عنجرة وحصل اللي حصل يعني بالنسبة للبنى هذا وصاحبه طبعا هو يعني كان مقدم رخصة للبلدية قدم اجراءته كاملة بس خلال الظروف الجوية حصل حصل وهذا اللي صار يعني مهندس يعني هو قدم لترخيص البلدية نعم البلدية اليوم ما قدرت انه تعطي استشارة للمواطن انه هذا المبنى او هذا المقطع الجبلي بيحاجي الى جدار استنادي او البلدية تعمل جدار استنادي له سيدي هو في البداية كان يعني لما جهز موقعه كان في عنده حضاء يعني استاجر هو جاك همر وقص الموقع في الفترة بالفين وتسعة عشر بشهر داعش يعني فبعرفش انا يعني مين اللي طلع عليه من البلدية هو قدم المعاملة كاملة وفي عنده مباشرة انشاءات بعد ما بداية البناء يعني مهندس حصل على الاوراق يعني بالنسبة لاذن مباشرة وعساس يباشر بالعمل مهندس اليوم المشكلة اصبحت تؤرق السكان جميعهم في الحقيقة السكان اليوم يعني بعانوا من خطر اولادهم المدارس ممتلكاتهم من مركبات وايضا من منازل هناك بعض المنازل ايضا تضررت مجاورة لهذا المنزل اليوم البلدية ايش الاجراء اللي راح تتخذوا لحماية المواطنين سيدي بالنسبة للتقرير من قبل القسم الفني بالبلدية هذا المبنى يعني بحاجة لازالة كاملة بعد ما ينزال المبنى هذا راح نحن نشكل من قبل قسم الفني ونعمل دراسي للموقع مشان بخصوص جدار استنادي يحمل المنزل والمجاورين كمان مهندس بدي اسألك يعني هاي المنطقة ذات تضاريس صعبة وايضا هي من اكثر المناطق استقطابة للانطار ويعني خلينا نحكي الجو فيها قاسي جدا هل هناك اي تحرك سريع لانه يعني المواطنين اليوم كثير متخوفين من الموضوع فيه ناس بدأت تترك منازلها بالحي يا سيدي احنا بالنسبة يعني بعد ازالة المبنى احنا راح نقدم الكثير شوفوا بتطلب منا من ازالة من آليات جاكامر نقدم من الامور هذه كلها احنا جاهزين بس المبنى بده ازالة وبده كمان جهة يعني تساعده كمان على مستوى الحكومة على مستوى الديوان الملكي على مستوى يعني كثير جهات رسمية لازم تساعد معه الرجال متضرر يعني متضرر كثير واحنا راح نقدم فيه يعني فيما بعد ازالة من ازالة المبنى من معدات يعني واحنا نعمل دراسة فنية لعمل جدار استنادي لحماية يعني الوقت اللي بتحتاجه هاي العملية كم برأيك حسنا لابد من يعني التقرير النهائي من كل الجهات الرسمية مشان ازالة المبنى يعني والمواطنين سينتظرون حتى هذا التقرير حسي سيدي هذا يعني فيه جهات حكومية لازم تساعده واحنا جاهزين احنا كبلدية جاهزين بس يعني يكون فيه اشي نهائي حتى نقدر نقدم احنا اللي عنا شكرا جزيلا لك مهندس بالفعل حال لسان المواطنين هنا يقول ولا بيت تخفق الارياح فيه احب الي من قصر منيفي هذا كل ما لدي من هنا من بلدة عنجرة عودة لكم في استوديو دنيا دنيا نعم الزميل صهيبة المومني من عنذ جرة من محافظة عجلون شكرا جزيلا لك عندما نتحدث عن هذه الحادثة تحديدا وبعد انهيار انهى به عام 2019 بالمساء على هذه العائلة التي بنت طوبى طوبى هذا البيت املة ان تسكنوا هي وعائلته وعائلتهم بسلام هاهم اليوم ينتظرون الاجراءات الكاملة شارع انهار بيت التأذى ولا زالوا يبحثون عن الجواب والاجراءات المناسبة من الجهات المختصة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر